أكثر من نصف مليون مترشح على مستوى التراب الوطني على موعد غداً الاثنين مع امتحانات شهادة تعليم المتوسط التي تستغرق ثلاثة أيام ويقدر العدد الإجمالي للمترشحين لهذا الامتحان حسب تقديرات الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات 591 ألف مترشح من بينهم 7104 مترشحين أحرار وأظهر ترقام الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات التفوق العددي لفئة الإناث مقارنة بالذكور بحيث يقدر عدد المترشحات لامتحان شهادة التعليم المتوسط بأكثر من 300 ألف مترشحة فيما بلغ عدد الذكور 289 ألف وخمسمائة وأربعة وخمسين مترشحاً وعن عدد المترشحين لليل شهادة من المدارس الخاصة فقد بلغ هذا العام 2832 ألف مترشحين فيما بلغ عدد الذين سيشتازون الامتحانات من مراكز إعادة التربية أربعة ألاف وتسعمائة وسبعة وثمانين ومن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة 180 مترشحاً وبنسبة لتأطير الامتحانات سخر الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات 2226 ألف مركزاً وزيد من 99 ألف أستاذ كلفوا بحراسة الاختبارات وخمساً وثلاثين ألف أستاذ آخر للإشراف على تصحيح الأوراق فيما كلف 2269 ملاحظاً للصهار على السير الحسن للعملية هذا وقد عرفت هذه الدورة انخفاضاً في عدد المترشحين قدر بـ 11 ألف تلميذ مقارنة بدورة 2013 التي شارك فيها 603 ألاف مترشحين فيما قدرت نسبة النجاح في امتحان تعليم المتوسط للسنة الماضية بـ 48%